السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث السنة والزراعي أهلا ومرحبا بكم في مادة خدمة الحصولات البستانية مادة الزينة معكم أستاذة سناء شازلي معلم أول ألف سنة والزراعي هنتكلم النهاردة عن أنواع النباتات المزيرة وهنتكلم عن أنواع النباتات الورقية وكيفية اختيار النباتات في تنسيقها في المنزل وقبل ما نتكلم نسترجع اللي خدناها الحلقة السابقة أخدنا المرة اللي فاتت الاحتياجات البيئية اللازمة أو لما أنا أجي أزرع النباتات المنزلية فيه احتياجات بيئية لازم أن أنا أوفرها أول حاجة عندي قلت الدوق تاني حاجة قلت درجة الحرارة بعد كده قلت الرطوبة بعد كده قلت التهوية طبعا لكل نباتة ليه احتياجات بيئية مناسبة ليه سواء من دوق أو من حرارة أو من رطوبة أو من تهوية وبعد كده تكلمت عن رعية النباتات المنزلية إزاي أنا بعمل عملية رعية للنباتات المنزلية من رأي وتسميد وتلميع الأوراق وطبعا قلنا بالنسبة للتسميد ده بيكون مهم جدا للنباتات إن أنا بقدر إن أنا أوفر الإحتياجات الغذائية اللازمة للنمو فطبعا عندي النباتات إن أنا بقول النسبة إن أنا أقدر إن أنا أوفرها بنسبة 2 إلى 1 إلى 1 يعني إيه بنسبة 2 إلى 1 إلى 1؟ إن أنا بوفر 3 عناصر النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم ده إن أنا بقدر إن أنا أوفره للنبات لإن كل عنصر بيكون ليه أهمية بالنسبة للنبات وقلت إن أنا قبل ما أضيف السماد إن أنا بجيب معلقة وبعد كده ببتدي إن أنا أدوبها في كوب من الماء فطبعا قبل ما أعمل عملية التسميد قلت لازم إن أنا بعمل عملية الراي وبعد كده بضيف السماد بحيث إن هو ما يدرش الجزور أو ما يعملش لا يحدث احتراق للجزور بعد كده تكلمت وقلت بالنسبة للعناصر الغذائية يعني مثلا عندي العناصر الورقية لإنه ممكن يجيلي في الامتحان يقولي العناصر الورقية العنصر الأساسي اللي بيحتاجه النبات بكمية كبيرة اللي هو العنصر الأزوتي لإن العنصر الأزوتي ده بيؤدي إلى غزارة النمو الخضري وإن أنا بستخدم في النباتات اللي هي بتكون مزهرة إن أنا بستخدم عنصر الفسفور ده بيكون مهم جدا بالنسبة للنباتات المزهرة وبالنسبة للنباتات الملونة بيكون عنصر الحديد ده بيكون مهم جدا لأنه بيعمل على إظهار ألوان النباتات بعد كده قلت طبعا بالنسبة للتسميد لو أنا حسمي استماد جاف إن أنا ممكن بضيف استماد وبعد كده بعمل عملية الرأي وإن أنا ببتدي إن أنا أضيف الأسمدة بالتبادل مع بعضها ده بالنسبة للتسميد ده وقلت بالنسبة لتلميع الأوراق بالنسبة لتلميع الأوراق ممكن بلاقي الأوراق عندي بيكون موجود عليها أتربة فمعنى كده إن النبات مش هيقدر إن هو يقوم بالعمليات الفيسولوجية أو العمليات الحيوية اللازمة للنمو من عملية البناء الضوء والتنفس فأنا بعمل عملية تلميع للأوراق إن أنا بعمل عملية إزالة للأتربة إن أنا ممكن بجيب إسفنجة أو بجيب قطع من القماش سواء مبللة أو سواء جافة وببتدي إن أنا بعمل عملية إزالة للأتربة بعد كده برضو بيكون في بيد الحشرات بيكون موجودة على السطح السفلي من الأوراق فأنا ممكن بجيب قطع من القماش جافة وببتدي إن أنا أشيله بحيث إن هو ما يضرش النباتات ده بالنسبة للدرس السابق وبرضو هنسترجع بسؤال برضو قبل ما نبتدي في الدرس الجديد عندنا لو جلنا في الامتحان ده سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان ممكن يجي يقول لي أذكر كيفية رأي النباتات ذاتيا أصنق غلق المكان لفترات طويلة مع توفير التهوية يعني إيه الكلام ده يعني أنا لو أنا مسافرة وعايزة أسيب النباتات ممكن إن أنا طبعا زي ما احنا عارفين إن نقص الرأي أو بيؤدي إلى فقد الرطوبة أو بيؤدي إلى جفاف النبات وبالتالي النبات حيدخل في مرحلة زبول وممكن بيؤدي إلى موت النبات فأنا بعمل إيه علشان إن أنا حافظ على النبات إن هو يتروي في الفترة اللي أنا مش موجودة فيها سواء أسبوع أسبوعين سواء شهر أول حاجة إن أنا بعملها إن أنا ممكن إن أنا بجيب القصص إن أنا برصها في إناء سواء كان مربع أو سواء كان مستطيل أو سواء دايرة وبعد كده بخطه للمنتصف مياه وبعد كده ببتدي إن أنا بضع القصص بالتعتي تاني حاجة بعملها إن أنا ممكن بجيب قطعة من القماش وبجيب قطعة القماش بحيث إن أنا بوصلها للتربة وفي جزء منها بيكون بطر إن أنا أخرجه من الفتحة اللي هي بتكون موجودة في الأسيس ودي بتكون موصلة بخزان عن طريق الخاصة الشعرية بيعمل على انتقال المياه من الخزان بيوصلوا القطعة القماش من أسفل إلى أعلى وأبتدي إن أنا أروي النباتات بعد كده في حاجة اسمها أحوات زيتية الراي يعني إيه أحوات زيتية الراي إن أنا بجيب أحوات بتبتدي إن هي تروي النباتات بنفسها دي بتكون عبارة عن مستويين في مستوى بيكون علوي وفي مستوى بيكون صفلي وبعد كده بيكون في عبارة عن أنبوبة بتكون طويلة بتكون أفقية بيكون فيها سقوب دي بتصمحها بصعود المياه في الأنبوبة من خزان المياه إلى التربة والرأي الزاتي دي طبعا بتعتمد على طايمر ده بيعمل بالكهرباء بالنسبة للنباتات اللي تقدر إن هي تقعد فترة طويلة وإن هي بتتحمل الرأي بالنسبة عندي الإدراسينة اليوكا أجلونيمة نخيل الزينة دي بالنسبة للنباتات اللي أنا ممكن أقدر إن أنا أسيبها فترة طويلة وزي ما أنا قلت أنا بعمل عملية الرأي إزاي هنتكلم النهاردة عن أنواع النباتات الورقية أنواع النباتات الورقية النباتات الورقية اللي أنا بجيبها في بيتي لجمال أوراقها أول حاجة هناخد أمثلة النباتات الورقية أول حاجة عندي نبات الكروتون بالنسبة للنبات الكروتون زي ما حضراتكم كده شايفين الأوراق بتكون ملونة يبقى هنا الكروتون ده أنا بجيبه أو بعمل عملية اقتناء إن أنا بجيب النباتات بغرض جمال أوراقها أول حاجة عندي القيمة التنصقية الأوراق بتكون مبرقشة باللون الأخضر زي ما حضراتكم كده شايفين بيكون لونها أخضر مع طبعا في منها ألوان ممكن بيتداخل مع اللون الأخضر اللون الأصفر الأحمر أو البرتقالي بعد كده طبعا لكل نبات زي ما أنا قلت بيكون لي ضوء مناسب وبيكون لي درجة حرارة مناسبة وبيكون لي رطوبة مناسبة بالنسبة للإضاءة طبعا بينمو الكروتون في الشمس لكن بيحتاج إلى نقص الإضاءة ده بيؤدي إلى تساقط الأوراق بعد كده عندي الحرارة هنا بالنسبة لدرجة الحرارة في الكروتون بتكون من 2 إلى 24 درجة مئوي بعد كده الرطوبة إن هو بيحتاج لرطوبة عالية التكاثر أنا بزرع الكروتون بواسطة إيه؟ بزرع الكروتون عن طريق العقلة الساقية في الربيع يبقى القيمة التنصيقية إن هي بتكون أوراق مبرقشة باللون الأخضر وإن هي بتحتوي على ألوان الأحمر الأصفر البرتقالي بالنسبة للإضاءة قلنا إن هو بينمو في ضوء الشمس لكن نقص الإضاءة إن هو بيؤدي إلى تساقط الأوراق بعد كده قلنا الحرارة درجة الحرارة اللي تناسبه من 22 إلى 24 درجة مئوي طبعا هنا لازم إن أنا أوفر الرطوبة لإن هو بيحتاج إلى رطوبة عالية طبعا قلت زراعة الكروتون إن أنا بزرعه عن طريق العقلة الساقية في الربيع ده بالنسبة للكروتون تاني حاجة هناخدها شيمي دورا إليجانس بالنسبة لشيمي دورا إليجانس ده بيكون نوع من أنواع النخيل مميزاته إن هو بيكون متقزم فينفع إن أنا أخطه عندي في المنزل وفي الغرف هنا بنقول فيه ظروفه إن هو بيظهر أزهار بتكون دقيقة بتكون صفراء بيعقبها تكون سمار صغيرة بالنسبة عندي هنا للأزهار إن هي بتكون للإضاءة إن هي بتتطلب إضاءة متوسطة ويفضل الأماكن النصفة مزللة بيعقبها الحرارة إن هي بتنسبه الجو الدافع بعد كده الرطوبة إن هو بيحتاج إلى الاعتدال في الرأي التقاصر أنا بزرع شيمي دورا إليجانس إن أنا بزرعها بالبزور يبقى بالنسبة للقيمة التنصيقية لشيمي دورا إليجانس إن هي بتكون من أكثر أنواع النخيل استخداماً في التنصيق قلنا بسبب إن هو بيكون حجمه تجعله مناسب وفي ظروف الإضاءة بيظهر النبات أزهار دقيقة صفراء وبعد كده بيؤدي إلى تكوين سمار دي بتكون صغيرة بعد كده عندي الإضاءة بالنسبة للإضاءة إن هو بيتطلب إضاءة متوسطة وإن يفضل إن أنا بضعه في الأماكن النصفة مزللة بعد كده الحرارة إن هو بيناسبه الجو الدافع والرطوبة إن هو بيحتاج إلى الاعتدال في الرأي التقاصر رأونا بالبزور بعد كده عندي تالت حاجة في النبات الورقية الديفن بخية بالنسبة للديفن بخية زي ما حضرتكوا كده شايفين إن الأوراق بتكون حجمها كبير وبتكون مبرقشة وإن أنا بستخدمها في المنازل وإن أنا ممكن بينفع إن أنا أضعها قدل وحدها عشان كده نموذج فردي ممكن ينفع إن أنا بعملها كنموذج فردي بس هنا بتكون عصارة النبات بيكون لها تأثير سام على الفم وعلى الحلق فعشان كده لو أنا عندي أطفال يجب إن أنا أضع الديفن بخية في مكان بعيد عن الأطفال بعد كده الإضاءة إن هي بتحتاج إلى جو دافع بحيث لا تقل عن 15 درجة مئوي بعد كده عندي الرطوبة يجب الحفاظ على التربة رطبة دائما هنا أنا بزرع الديفن بخية بزرعها بالعقلة السوقية وبزرعها بالخلفات يبقى لو جالي في الامتحان تكلم عن الديفن بخية من حيث طرق التقاصر ومن حيث الإضاءة قلت إن هي بتحتاج إلى إضاءة متوسطة بالنسبة هنا للتقاصر إن أنا بزرعها بالعقلة السوقية وبزرعها بالخلفات وإن أنا الديفن بخية بتكون أوراقها بتكون كبيرة بتكون مبرقشة بعد كده بتكون في مشكلة عندي في الديفن إن عصارة النبات بتكون سمة دي بتؤثر على الفم والحلق عشان كده إن أنا بضع في مكان بعيد عن الأطفال ده بالنسبة لتالت مثال عندي من أمثلة النباتات الورقية هناخد رابع مثال عندنا الدراسينة بالنسبة عندي الدراسينة ده بيعتبر من نباتات التنصيق الداخلي الورقية الفخمة وإن هي بتشكل نموذج فردي أو إن أنا بضع في غرفة المعيشة وإن أنا بستخدمه في تزيين المباني العامة بعد كده عند الإضاءة إن بيتطلب طبعا تزليل خفيف وإن أنا بضع نبات الدراسينة إن أنا بضعه بجوار النافذة بالنسبة عندي الحرارة إن هو بيحتاج إلى درجة حرارة تدلة بحيث إن هو لا يقل عن 12 درجة مئوي بعد كده عندي الرطوبة إن أنا برش الأوراق برزاز من التقاصر هنا في الدراسينة عندي بالعقلة السوقية والترقيد الهوائي يبقى بالنسبة للدراسينة قلنا القيمة التنصيقية إن هو بيعتبر من نباتات التنصيق الداخلي الورقية الفخمة إن أنا بستخدمه في تنموذج فردي أو بستخدمه في غرفة المعيشة أو إن أنا بستخدمه في تزيين المباني العامة هنا قلنا التقاصر إن أنا بزرعه بيكون عن طريق العقلة السوقية أو عن طريق الترقيد الهوائي هنا برضو بالنسبة للإضاءة إن هو بيحتاج إلى تزليل خفيف فأنا ممكن إن أنا بضع الدراسينة بجوار النافذة ده بالنسبة للدراسينة أمثلة من أمثلة النباتات الورقية بعد كده عندي في نبات اسمه الهدرة ده بيكون من طبعا من النباتات المتسلقة إن أنا بستخدمه في التنصيق برضو الداخلي إن هي إن أنا بضعه في قصص وإن هو بيكون متسلق بيكون سريع النمو وإن أنا ممكن إن أنا بزرعه في هنجات بتكون معلقة علشان أقدر إن هي تخلي الأفرق تتدلى منها بعد كده الإضاءة إن هي بتكون جيدة في الشتاء مع تجنب طبعا أشعة الشمس في الصيف بعد كده بالنسبة للحرارة إن هو بيحتاج إلى درجة حرارة منخفضة بدون سقيع أو تدفئة صنوعية الرطوبة برضو إن أنا بحافظ عليه إن أنا ببتدي إن أنا أرش الأوراق برزاز من الماء بعد كده عندي التقاصر هنا بالعقلة الساقية يبقى هنا القيمة التنسيقية أخر إن هو بيكون من المتسلقات الجيدة سريعة النمو ينفع إن أنا أزرعه في هنجات بحيث إن الفروع تبتدي إن هي تتدلى منه الإضاءة إن هي بتكون جيدة في الشتاء مع تجنب طبعا أشعة الشمس في الصيف بالنسبة طبعا الرطوبة قلت إن أنا برش الأوراق برزاز من الماء بعد كده عندي التقاصر هنا بالعقلة الساقية يبقى أخذنا في النباتات الوراقية يبقى تكلمنا عن الديفن بخية تكلمنا عن الدراسينة هناخد أمثلة للنباتات المظهرة اللي أنا بجيبها لجمال أوراقها وجمال أظهرها عندي هناخد أمثلة أول حاجة عندي كاليفيا مينياتا بالنسبة زي ما حضراتكم كده شايفين شكل كاليفيا مينياتا شايفين شكل الأظهار هنا طبعا أنا بستخدمها تنسي الداخلي إن أنا بجيبها لجمال أظهرها وجمال أوراقها ودي طبعا الأظهار بتاعتها بتكون صالحة للقد بعد كده عندي الإضاءة إن هي بتناسبها الأماكن اللي هي بتكون ظليلة اللي هي بتحتاج إلى ظل خفيف بعد كده عندي الحرارة يفضل الجو المعتدل خلال فترة النمو الرطوبة برضو يفضل إن أنا برش النبات بالمارد عند ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للتقاصر في كاليفيا مينياتا دي بتكون بالبزور وبتكون بالخلفات يبقى كاليفيا مينياتا يبقى ممكن زي ما أنا قلت يجيلي في الامتحان تكلم عن القيمة التنسيقية لكاليفيا مينياتا أو الإضاءة أو الحرارة أو الرطوبة بالنسبة هنا للإضاءة إن هي بتناسب الأماكن اللي هي بتحتاج إلى ظل خفيف الحرارة إن هو يفضل الجو المعتدل لفترة النمو بعد كده الرطوبة قلت يفضل رش النباتات بالماء ده بيكون عند ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة هنا للتقاصر إنه كاليفيا مينياتا بتتقاصر بالبزور وتتقاصر بالخلفات يبقى زي ما أنا قلت إن أنا بستخدمها في التنسيق الداخلي لجمال أزهرها وجمال أوراقها وإن أزهرها بتستخدم في القطف يبقى قلنا التقاصر عن طريق البزور والخلفات بعد كده تاني مثال عندي البيجونية طبعا زي ما حضراتكو كده شايفين إن أنا بزرع النبات لجمال أوراقه وجمال أزهاره هنا الإضاءة إن هو بيلائمها الإضاءة اللي هي بتكون جيدة وبتكون بعيد عن ضوء الشمس طبعا الحرارة إنه هو بيحتاج لدرجة حرارة لا تقل عن 12 درجة مئوي بالنسبة للرطوبة إنه هو بيحتاج إلى رطوبة عالية للتزهير التقاصر هنا بالبزور يبقى بجونية بزرعها لجمال أوراقها وجمال أزهارها الإضاءة إنه هو بيلائمها أو بيلائمه الجيدة اللي هي بتكون بعيد عن ضوء الشمس الحرارة بيحتاج إلى درجة حرارة لا تقل عن 12 درجة مئوي الرطوبة بيحتاج إلى رطوبة عالية للتزهير بالنسبة هنا التقاصر في البيجونية بتكون عن طريق بعد كده سباسي فيليم سباسي فيليم القيمة التنسيقية كده شايفين الأوراق شكل الأوراق بيكون لامعة وبتكون النورات بتاعتها بتكون إغريضية هنا أنا بالإضاءة إنه هو بيكون بيحتاج إلى إضاءة جيدة في الشتاء وإلى نصف الظل في الصيف الحرارة هنا بيحتاج إلى جو بارد بالنسبة للرطوبة طبعا أنا برش الأوراق برزاز من الماء التقاصر بيكون عن طريق التفصيل يبقى القيمة التنسيقية إن أنا بزرعه لجمال أوراقه ونوراته الإغريضية الإضاءة إنه هو بيحتاج إلى إضاءة بتاعتها في الشتاء ونصف الزل صيفا الحرارة قلت بيحتاج إلى جو بارد الرطوبة بتراشي الأوراق برزاز من الماء التقاصر هنا بيكون عن طريق التفصيل بعد كده عندي نبات فرسيا زي ما حضراتكم كده شايفين الأزهار أزهار نبات فرسيا دي برضو بتكون من نباتات التنسيق الداخلي المزهرة والورقية اللي أنا طبعا بزرعها لجمال أوراقها وبزرعها لجمال أزهارها هنا بالنسبة للإضاءة إنه هو بيلاقمها الإضاءة الجيدة بتكون بعيد عن ضوء الشمس بالنسبة للحرارة طبعا بتساعد الحرارة اللي هي بتكون أعلى من 24 درجة مئوي في دفع النبات للإزهار بعد كده عندي الرطوبة إنه أنا طبعا برش الأوراق برزاز من الماء ده بيكون في الصيف التقاصر هنا في رسيا ده بيكون عن طريق الخلفات يبقى حنقول تاني يبقى ممكن يجي يقول لي تكلم عن في رسيا من حيث القيمة التنسيقية أو الإضاءة أو الحرارة أو الرطوبة أو التقاصر قلنا القيمة التنسيقية إن أنا بزرعها لجمال أوراقها ولجمال أزهارها بالنسبة للإضاءة إن هو بيلاقمها الإضاءة الجيدة وإن هي بتحتاج إلى درجة حرارة أعلى من 24 درجة مئوي قلت لإن هي بتدفع النبات إلى الإزهار لإن أنا هنا أنا بزرعها لجمال أزهارها بالنسبة عندي للتقاصر إن أنا بزرع هنا في رسيا بزرعها عن طريق الخلفات بعد كده الرطوبة قلت إن أنا بحافظ إن أنا برش النبات برزاز من الماء بعد كده هناخد انتوريوم بالنسبة للقيمة التنسيقية زي ما حضراتكم كده شايفين شكل النبات إن هو بيكون من أفخم نباتات الزينة وإن هو بيميز جمال أزهاره وأوراقه هنا موسم التزهير ده بيكون من الربيع إلى أواخر الصيف بالنسبة هنا للإضاءة إن هو طبعا بيحتاج إلى إضاءة جيدة بتكون بعيد عن ضوء الشمس الحرارة إن هو بيحتاج إلى جو دافئ الرطوبة إن أنا برضو زي ما أنا بقول إن أنا بوفر الرطوبة عن طريق إن أنا برش النبات أو برش الأوراق برزاز من الماء هنا التقاصر بيكون بالتفصيص ده بيكون في الربيع يبقى هنا القيمة التمسيطية قلت إن هو بيكون الأنتوريوم ده بيكون من أفخم نباتات الزينة وإن أنا بزرعه لجمال أزهاره وبزرعه لجمال أوراقه وطبعا هنا الإزهار إن هو بيكون من الربيع إلى الصيف بالنسبة عندي الإضاءة إن هو بيحتاج إلى إضاءة جيدة وإن أنا بقدر إن أنا أوفر الرطوبة إن أنا برش الأوراق برزاز من الماء بعد كده بالنسبة للحرارة إن هو بيحتاج إلى جو دافع بالنسبة للتقاصر هنا أنا بزرع انتوريوم ده بيكون عن طريق التفصيص في الربيع بعد كده يبقى إحنا كده تكلم عن أنواع النباتات الوراقية وعن أنواع النباتات المزهرة اللي ينفع إن أنا أنصق بيها المنزل حنتكلم عن كيفية اختيار النباتات إزاي أنا بقدر إختار إزاي أنا بختار النباتات ده بيكون إيه؟ إن أنا بختارها وإن أنا على أساس إن أنا أحطها عندي في المنزل يبقى حنتكلم عن كيفية اختيار النباتات المنزلية وتنصقها ووضعها في أماكنها بالمنزل أول حاجة حنتكلم عنها إن أنا أهم الاعتبارات التي يجب اتخاذها عند اختيار النباتات أنا دلوقتي عايزة أجيب نباتات إيه أهم الاعتبارات اللي أنا المفروض إن أنا أتخذ بيها لما أنا أجي أخطار النباتات أول حاجة عندي شكل النبات المطلوب ده بيكون بناءا على المساحة المراد تزيينها يعني أنا دلوقتي هبتدي إن أنا أخطار حجم النبات وأبتدي إن أنا أخطار ارتفاع النبات لإن طبعا كل نبات بيختلف فيه الحجم هنا أنا هختار حجم النبات وهختار ارتفاعه ده بيكون على حسب الحايز اللي هو موجود عندي أو المساحة اللي هي بتكون موجودة عندي يبقى هنا أهم الاعتبارات التي يجب اتخاذها عند اختيار النباتات يبقى قلت أول حاجة شكل النبات المطلوب بناءا على المساحة المراد تزيينها قلت إن أنا بختار حجم النبات وبختار ارتفاعه ده بيكون بناءا على الحايز اللي أنا أقدر إن أنا أضع فيه النبات بالنسبة عندي طبعا النباتات عندي العشبيات عندي الأشجار عندي الشجيرات عندي نخيل الزينة عندي النباتات المتسلقة يبقى أنا حتى أنا أختار النباتات دي سواء عشبيات أو سواء متسلقات أو سواء أشجار أو سواء شجيرات أو سواء متسلقات ده بيكون على أساس المساحة اللي عندي اللي هي موجودة عندي بعد كده الهدف من اقتناء النباتات الهدف إن أنا بعمل عملية اقتناء النباتات هل أنا بجيبها لجمال أوراقها أو بجيبها لجمال أظهرها أو بيكون لها فايدة بيكون لها فايدة بالنسبة للفايدة بتاعتها إن ممكن في بعض الناس بيزرعوا النباتات الطبية والعطرية بحيث إن هو بيستفادوا منها بتكون لها أهمية يبقى حنقول الهدف من اقتناء النباتات يبقى هل بتكون لجمال أوراقها أو لجمال أظهرها أو للفايدة بتاعتها قلت زي النباتات الطبية والعطرية بعد كده طبعا إن أنا ببتدي إن أنا بعمل دراسة تفصيلية للمكان من حيث الضوء من حيث درجة الحرارة من حيث التهوية من حيث الرطوبة أو توفير المياه لأن أنا زي ما أنا قلت في بداية الحلقة إن كل نبات بيكون ليه احتياجات بقية مناسبة كل نبات بيختلف طبعا في احتياجاته للضوء لأن طبعا هو الضوء ده بيكون أساسي لأنه بيكون أساسي في عملية البناء الضوء بس في نباتات بتحتاجها بتحتاج إلى إضاءة ضعيفة وفي نباتات بتحتاج إلى إضاءة قوية بعد كده برضو درجة الحرارة بتختلف في نباتات بتحتاج لدرجة حرارة متوسطة في نباتات بتحتاج لدرجة حرارة مرتفعة في نباتات بتحتاج لدرجة حرارة منقفضة بعد كده التهوية إن لازم لابد أن يكون فيه تهوية وإن أنا ببتعد عن أي مصادر للأدخنة سواء من السجاير أو أدخنة المضة لأن الأدخنة دي بتأثر على النباتات اللي هي اللي بتكون موجودة عندي في البيت بعد كده رابع حاجة عندي الإلمام بطبيعة نمو النباتات وحجمها النهائي بالنسبة هنا بتكون طبعا فيه نباتات عندي دي بتكون النباتات دي بتكون معمرة إن أنا بقدر إن أنا أشوف النباتات دي هل أنا محتاجة تنصيق إن أنا أجيب نباتات بتكون أجيبها لجمال أوراقها أو نباتات بتكون لجمال أزهرها بعد كده خامس حاجة عندي مقدار الخبرة والوقت الكافي لتوفير رعاية النباتات طبعا مقدار الخبرة طبعا فيه نباتات بتكون تتحمل الإهمال يعني إيه تتحمل الإهمال؟ يعني لا تحتاج إلى رعاية فيه عندي طبعا نباتات العصرية مثل مثلا عندي جلد النم النباتات دي بتقدر إن هي تتحمل الظروف البيئية طبعا لإن إحنا عارفين إن النباتات العصرية بتقدر إن هي بتحتفظ بالمية لفترات طويلة بعد كده طبعا فيه بعض النباتات بتكون سهلة في التربية زي الإسبارجس وزي الفلانجيام دي بتكون سهلة في التربية فأنا لازم إن أنا أعرف طبيعة النباتات اللي أنا حقدر أربيها عندي في البيت فيه نباتات طبعا بتكون صعبة في التربية وإن هي بتحتاج إلى رعاية كبيرة أو رعاية خاصة وإن هي بتحتاج إلى ظروف معينة بتكون عندي زي الجردينيا وعندي زي الكروتون اللي إحنا شفناهم من شوية يبقى أنا هنا لازم إن أنا ألم بطبيعة النبات وحشوف هل أنا حقدر إن أنا أعمل رعاية للنباتات دي ولا لا إن أنا حقدر إن أنا أهتم بيها ولا لا يبقى قلنا فيه نباتات لا تحتاج إلى رعاية زي الصبار فيه نباتات لا تحتاج بتكون سهلة في التربية قلنا مثل الإسبارغس والفلانجيام قلنا فيه نباتات بتحتاج إلى ظروف معينة أو بتحتاج إلى رعاية كبيرة عندي زي الكروتون وعندي زي الجردينيا فأنا طبعا لازم وأنا بشتري النباتات لازم هشوف هل أنا حقدر أراعي النباتات دي أعمل لها رعاية وأقدر إن أنا أوفر لها الظروف اللي هي محتاجاها ولا لا بعد كده طبعا هل النبات بيكون شائع ومألوف أم نبات نادر يعني هل نباتات من النباتات اللي أنا عارفها اللي هي بتكون مألوفة منتشرة مثلا زي في بعض الناس بتجيب النباتات المنتشرة مثلا زي أنتوريام، فلانجيام، دروسينا، ديفنباخية لكن فيه نباتات بتكون نادرة بتكون موجودة بس بتكون نادرة يعني عدم معرفة الناس لها فيه نبات هنا اسمه الزلوع بالنسبة للزلوع ده بيكون نبات جميل جدا وما بيحتاجش إلى رعاية بيكون سهل جدا في التربية بس أغلب الناس أن هي بتحتاج أن هي بتشتري النباتات المألوفة أو النباتات اللي هي عارفها يبقى حنتكلم عن يبقى إحنا تكلمنا عن الدراسة التفصيلية للمكان وتكلمنا عن الإمام بطبيعة نمو النباتات وحجمها النهائي ومقدار الخبرة والوقت الممكن لتوفير رعاية النباتات وقلنا هل المطلوب نبات شائع ومألوف أم نبات نادر آخر حاجة عندي مقدار الميزانية المخصصة لشراء النباتات يعني إيه مقدار الميزانية المخصصة لشراء النباتات لو أنا عندي مثلا الميزانية بتاعتي بتكون قليلة وأنا عايزة أشتري نباتات كبيرة ببتدي إن أنا أشتري نباتات صغيرة بتكون سريعة النمو ببتدي إن أنا أهتم بها من حيث التغذية إن أنا بوفر لها الأسمدة وببتدي بعد كده إن أنا بعمل لها عمليات تدوير يعني إيه تدوير إن أنا ببتدي إن أنا نقلها من القسيس الصغير إلى القسيس الكبير الوعاء اللي أنا حط فيه النباتات وبعد كده وبالتالي أنا احتجت أو بالتالي كده معايا نباتات كبيرة يبقى بالنسبة للمقدار الميزانية المخصصة لشراء النباتات يبقى قلت بيكون على حسب الميزانية اللي معايا هل أنا بقدر إن أنا أشتري نباتات صغيرة ولا أنا بشتري نباتات كبيرة طبعا قلت نباتات صغيرة إن أنا بعمل لها عمليات تربية بعد كده إيه يبقى النصائح أو الاعتبارات التي يجب اتخاذها عند اختيار نباتات التنصيق الداخلي في نصائح إن أنا لازم إن أنا أتخذها عند اختيار نباتات التنصيق الداخلي أول حاجة في النصائح دي إن أنا بتأكد من الظروف البيئية في الأماكن التي ستوضع بها النباتات إن أنا لازم أشوف زي ما أنا قلت من شوية لازم أشوف النباتات الظروف البيئية في الأماكن لازم أشوف أو أتأكد من المكان اللي أنا أحط فيه النباتات هل بيناسب النبات اللي أنا أحطه ولا لا من حيث شدة الحرارة ومن حيث طول الفترة الضوئية ومن حيث نوعية الإضاءة طبعا شدة الإضاءة ده بيكون طبعا فيه نباتات قلت بتحتاج إلى إضاءة ضعيفة أو إلى إضاءة ضعيفة أو خافتة أو فيه نباتات بتحتاج إلى إضاءة شديدة بعد كده طبعا عندي طول الفترة الضوئية بالنسبة لطول الفترة الضوئية إن النباتات بتكون الفترة الضوئية أو ساعات الإضاءة اللي بتكون كافية لها دي بتكون من 8 إلى 12 ساعة طب فيه بعض الناس ممكن بتزود الساعات من 18 إلى 24 ساعة دي طبعا بتأثر بالضرر على النبات إن هي ممكن بتقدي إلى ضعف النبات وبتقلل من جودة النبات بعد كده طبعا عندي نوعية الإضاءة هل هشوف الإضاءة اللي أنا خط فيها النبات هل بيكون ضوء الشمس ده بالنسبة دي بتكون إضاءة طبيعية اللي هو ضوء الشمس ولا بيكون إضاءة صناعية لإن أنا بضطر إن أنا أوفل للنبات إضاءة صناعية بتكون عن طريق لمبات تانيون دي بتكون طبيعية بتكون لونها لإن لمبات النيون بيكون لون الإضاءة أبيض فما بتضرش النبات فبتساعد على النمو النبات وسرعة نموه طبعا زي ما أنا قلت الحلقة اللي فاتت إن أنا لو أنا عندي مساحة كبيرة وعايز أعمل إضاءة صناعية إن أنا بركب لمبات السوديوم ده بيكون على ارتفاع كبير وببتدي إن أنا بحيث إن أنا أوفر فترة إضاءة كافية للنبات بحيث بس هنا بيكون ليه عيب إن هو ممكن نتيجة ارتفاع درجة الحرارة إن هو طبعا لمبات السوديوم بيزر منها حرارة فبيؤدي إلى ممكن احتراق حواف الأوراق طبعا ده بيتحول لونها إلى اللون البني وطبعا كده قلل من جودة النبات أو من جودة الأوراق بعد كده عندي طبعا في النصائح إن أنا لازم إن أنا أفحص النبات بدقة بحيث إن أنا ببتدي إن أنا أعمل عملية فحص للنبات بحيث إن أنا بشوف النبات هل النبات ده بيكون موجود في آفة أو بيكون موجود في أمراض لإن طبعا زي ما إحنا عارفين لو النبات موجود في آفة أو موجود أمراض يبقى كده حيدور النبات وممكن يؤدي إلى موت النبات بطر إن أنا أشوف لو في آفات ببتدي إن أنا أشيلها عندي ممكن بتكون موجود البق الدقيقي أو الحشرات القشرية وفي بعض الأمراض ده بتكون موجودة عندي ممكن بيكون موجود على الأوراق بيكون العفن الطري بعد كده إن أنا بلاحظ فيه ملاحظة علامات سلبية على النبات أو الإصصيص يعني إيه علامات سلبية؟ إن أنا ببتدي إن أنا ألاحظ فيه زبول في الأوراق وبيحصل إن هو بيحصل لها تهدل بعد كده ده ممكن بيكون نتيجة ناقص الميا فبيؤدي طبعا إن إحنا عارفين إن ناقص الميا النبات بيبتدي إن هو بيفقد الميا الموجودة فيه وبالتالي النبات بيحصل له زبول وبيحصل له تهدل بعد كده طبعا ببص فيه برضو علامات سلبية إن أنا بلاقي عدد قليل من الأوراق بيكون موجودة على السوق وبرضو فيه حاجة تاني إن أنا ممكن بلاقي فيه وجود تحالب بتكون موجودة على التربة تحالب خضراء ده بيكون نتيجة برضو ممكن زيادة الرطوبة أو زيادة الرأي ده بيؤدي إلى تكوين تحالب على التربة وفيه برضو إن أنا ممكن بلاقي ابتدت الجزور عندي نتيجة قلة الميا ابتدت إن هي تخرج من فتحة الإصيص في الحالة دي إن أنا بضطر إن أنا بعمل لها عملية تدوير بحيث إن أنا بخلي الجزور تنتشر داخل الإصيص وبالتالي إن هي تقدر إن هي تحتفق تحصل على الميا وتحصل على الغزاء بعد كده ده بالنسبة لملاحظة العلامات السلبية على النبات أو الإصيص بعد كده إن أنا ببتعد عن اختيار نباتات المنزلية السامة طبعا فيه عندي الأزالية وعندي الدفلة دي ممكن بتحدث بتؤدي إلى حدوث دوار وحدوث تشنجات بالبطن وبرضو فيه عندي القرنفل ده ممكن بيؤدي إلى حدوث طفح جلدي وزي ما أنا قلت برضو من شوية فيه عندي زي الدفن بخي قلت لإن عصارة النبات دي بتحتوي على مواد سامة دي ممكن بتأثر على الفم أو بتأثر على الحلق فأنا هنا ببتدي إن أنا ببتعد عن اختيار النباتات السامة يبقى قلت زي الأزالية وزي الدفلة وقلت برضو القرنفل لإن هو بيعمل طفح جلدي فأنا ممكن بختار النباتات اللي هي ما تسببش أي مشاكل عندي مثلا البنفسج وزي الجاردينيا والأنتوريوم وطبعا فيه نباتات اللي أنا قلتها ودراسينا يبقى حنقول تاني إيه هي النصائح أو الاعتبارات التي يجب اتخاذها عند اختيار النباتات التنصيق الداخلي يبقى أول حاجة إن أنا بتأكد من الظروف البيئية في المكان الذي ستوضع فيه طبعا قلت على حسب شدة الإضاءة على حسب نوع الإضاءة بعد كده قلت فحص النبات بضقة إن أنا بعمل عملية فحص للنبات بحيث إن أنا بشوف لو النبات موجود فيه أي قافة أو موجود فيه أمراض بقدر إن أنا أعالجها وبقدر إن أنا أقومها بسهولة في الأول بعد كده إن أنا بلاحظ فيه علامات بتكون سلبية بتكون موجودة على الإصيص أو على النبات دي بتكون طبعا زي ما أنا قلت بيكون فيه زبول النبات أو تهدله طبعا قلة وجود الأوراق على الصاب قلت وجود تحالب بتكون موجودة على جدار الإصيص أو على التربة قلت برضو خروج الجزور من فتحة اللي هي بتكون موجودة بقاع الإصيص بعد كده برضو فيه حاجة اللي هي وقاية النبات عند إشراءها بالنسبة لوقاية النبات عند إشراءها إن أنا لازم بعمل للنبات عملية وقاية أنا دلوقتي روحت مشتل اشتريت نبات بضطر إن أنا بعمل عملية وقاية للنبات لإن أنا النبات اللي أنا اشتريته من المشتل ده بيكون موجود تحت ظروف خاصة أو ظروف معينة اللي هو الصوبة وبعد كده ببتدي إن أنا أخد النبات عندي هنا بيحصل تغير مفاجئ في درجة الحرارة فممكن إن هو يؤثر بالضرر على النبات وممكن يؤدي إلى موت النبات فأنا بعمل عملية وقاية للنبات إن أنا بغطيه بغطاء بلاستيك بحيث إن أنا بحافظ على درجة الحرارة يبقى ده بالنسبة لوقاية النبات عند شراءه يبقى قلت وقاية النبات عند شراءه إن النبات طبعا قلت بيحدث إن أنا بشتريه من المشتل ده بيكون موجود أكيد موجود تحت ظروف معينة اللي هي الصوبة لأن الصوبة بيتوفى لها جميع الظروف الملأمة للنبات ابتدت إن أنا أخرجه برا ابتدى هنا يحصل تغير في درجة الحرارة يبقى هنا ببتدي إن أنا أغطيه بغطاء بلاستيك بحيث إن يبتدي إن هو يتأقلم على الظروف اللي أنا أقدر إن أنا أخطه فيها بحيث إن هو يقدر يتعود أو يقدر يتأقلم بعد كده قلت إن أنا ببتعد عن النباتات السمة مثل الأزاليا والدفلة والديفنباخية والأورنفل وإن أنا يفضل إن أنا أزرع البنفسج والجاردينيا بعد كده طبعاً هنتكلم عن طرق تنصيق النباتات المنزلية بالنسبة عندي طرق تنصيق النباتات المنزلية هنا إن أنا بعملها إما في نموذج فردي أو بعملها في مجموعة من الأصص بعد كده أول حاجة هتكلم فيها النموذج الفردي يعني إيه نموذج فردي؟ يعني أنا بضع النباتات بمفردها سواء بتكون نباتات مزارة أو سواء بتكون نباتات ورقية أول حاجة عندي طبعاً زي ما حضراتكم كده شايفين أول صورة دي اللي هو النموذج الفردي اللي أنا وضع فيه النباتات ده بيكون نموذج فردي أهو بيكون مخطوط لوحده بعد كده طبعاً أنا ده بيتوقف على أول حاجة على حسب الإناء المناسب طبعاً بالنسبة للإناء المناسب أنا عندي تلات أنواع فيه عندي القصص فيه عندي حاوية القصص فيه عندي الوعاء طبعاً فيه سؤال جي في الامتحان قبل كده ما المقصود بحاوية القصص نتكلم عنها قلنا القصص بالنسبة طبعاً القصص كلنا عارفينه اللي أنا بزرع فيه ده بيكون موجود فيه قاع القصص من أسفل بيكون موجود فيه سقوب ده بيكون لإخراج الماء الزائد عن حاجة النبات وإن أنا بزرع فيه نبات واحد بعد كده حاوية القصص بالنسبة لحاوية القصص ده بيكون عبارة عن إناء غير منفذ للماء يعني هنا أنا قلت هنا في القصص بيكون موجود فيه سقوب في قاع القصص لكن بالنسبة للحاوية إنه هو بيكون إناء غير منفذ للماء وإنه هو لا يوجد فيه سقوب في قاع القصص بعد كده إن أنا باجي داخل الحاوية إن أنا بضع القصص فيه وبعد كده ببتدي إن أنا بملأ الأماكن الفارغة بملأها بالبتموس وطبعا قلنا يعني إيه البتموس اللي هي التربة الصنوعية اللي أنا بزرع فيها النباتات بعد كده عندي الوعاء طبعا بالنسبة للوعاء لابد أن يكون طبعا مناسب لحجم النبات طبعا يكون مناسب لحجم النبات ما ينفعش إن أنا أجيب نبات صغير وإن أنا أضيفه نبات صغير وإن أنا أضع النبات الصغير فيه وعاء بيكون كبير أو العكس فأنا هنا على حسب حجم النبات طبعا بيكون على حسب شكل الإناء وخفة وزنه وعلى حسب قوة التحمل بعد كده ده بالنسبة يبقى لو جنة في الامتحان إيه هي حوية الإصيص ده بيكون إناء غير منفذ للماء ولا يوجد فيه سقوب وبيوضع فيه الإصيص ويملأ بالباتموس بعد كده طبعا عندي على حسب الخلفية المناسبة يعني إيه على حسب الخلفية المناسبة طبعا بيفضل الجدار اللي هو بيكون الفاتح الخالي من أي نقوش إن أنا بضع النباتات بتكون موجودة بعد كده طبعا طب بالنسبة للنباتات اللي هي بتكون مبرقشة ده بيفضل الجدار اللي بيكون لونه داكن بالنسبة طبعا النباتات الخضراء ده بيناسبها الخلفية اللي هي بتكون ملونة أو الجدار اللي هو بيكون ملون يبقى إن الخلفية المناسبة ده بيفضل أنا بيفضل عندي الجدار الفاتح الخالي من أي نقوش لكن بالنسبة للنباتات المبرقشة طبعا النباتات المبرقشة أنا قلت من شوية مثلا وليكن الكروتون يبقى هنا الخلفية هنا بتكون داكنة طب بالنسبة للنباتات القضراء هنا النباتات الخلفية بتكون ملونة بعد كده طريقة عرض النباتات بالنسبة أنا إزاي هعرض النباتات عندي طبعا في نباتات اللي هي بتكون كبيرة وزاد الشكل الهندسي القائم مثل النخيل والدراسينة دي طبعا أنا بخطها كنمازج فردية على الأرضية أو ممكن أن أنا بخط اتنين بيكونوا متمثلين على جانبي المدخل بينما طبعا البوتس والفلانجام والكروتون دا أنا بيضع على قطع الأساس طبعا نتيجة إن هو بيكون حجمه صغير بعد كده يبقى قلنا الخلفية قلنا طريقة عرض النباتات بعد كده طبعا أنا تكلمت قلت بالنسبة عندي مجموعة القصص مجموعة القصص إن هي بتكون عبارة عن مجموعة من النباتات كل منها بيكون في قصيص طبعا أنا لازم براعي حاجة في مجموعة القصص زي ما حضراتكم كده شايفين إن القصص بتكون موجودة في مجموعات إن أنا بضع القصص في مجموعات طبعا كل نبات بيكون موجود لوحده في قصيص أول حاجة إن أنا ببتدي أن أضع النباتات اللي هي بتكون أطول وإن هي بيكون لونها غامق وإن هي بتكون كبيرة الحجم ببتدي إن أنا أضعها في الخلف هنا في النص إن أنا ببتدي إن أنا أضع النباتات اللي هي بتكون متسلقة أو بتكون متدلقة بعد كده طبعا إن أنا براعي أشكال وأحجام النباتات طبعا في مكان واحد يبقى بالنسبة عندي مجموعة القصص قلت إن أنا بضع النباتات في قصص كل منها في قصص أهم ما يراعى قلت إن أنا بضع النباتات اللي هي بتكون أطول وبتكون أتكن يعني لونها غامق وبتكون كبيرة الحجم دي بضعها في الخلف وفي المنتصف إن أنا بضع النباتات اللي هي بتكون متسلقة وطبعا إن أنا بضع النباتات على حسب الأشكال والأحجام بشوف إن أنا بضعها في مكان واحد طبعا هنا إن أنا بستخدم مجموعة القصص دي بستخدمها فين أو بضعها فين أول حاجة إن أنا بضعها في أركان المنزل بعد كده أو ممكن إن أنا بضعها في الغرف اللي بتكون أبعادها غير متناسبة ممكن إن أنا بضعها بعض العيوب زي خلو السقان من الأوراق أو تلف بعد الأوراق يبقى بعد كده آخر حاجة عندي الحديقة الداخلية بالنسبة هنا للحديقة الداخلية إن هي بتكون عبارة عن وعاء بيكون كبير سطح الداخلي بيكون مطلي بمادة عزلة زي ما حضراتكم كده شايفين شاكل الوعاء وببتدي إن أنا بضع في القصص بضع في القصص أنا بترك النباتات بالقصص بتاعتها وبعد كده بضطر إن أنا بخطها في الوعاء هنا الحديقة هي مميزتها أول حاجة إن هي بتقدر إن هي توفر الرطوبة العالية وإن عدم التغير فيه ضع الحرارة لكن هنا في مشكلة أو عبها أقل إن هي ممكن بتقدي إلى عدم التهوية وممكن بتقدي إلى الإصابة بالأمراض نتيجة عدم التهوية يبقى حنقول مميزات الحديقة الداخلية يبقى نمو النباتات بيكون أفضل نتيجة إن أنا بوفر الرطوبة العالية وعدم التغير فيه درجة الحرارة لإن دي حديقة داخلية بتكون فيه وعاء فأنا ببتدي إن أنا ألف الوعاء بطر إن أنا ألفه في اتجاه الضوء فترة بعض الأخرى قلنا عيوبها قلة التهوية والإصابة بالحشرات والأمراض نظراً للتزاحم تب هنا المفروض أنا بعمل إيه؟ المفروض أنا بعمل عملية تقليل يبقى النهاردة كلمنا عن كيفية اختيار النباتات المنزلية وتنصقها وكيفية وضعها في المنزل وبكده تكون انتهت حلقتنا وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة